تعالوا نعمل بقى النهاردة فكرة كده لذيذة وخفيفة أختان بأشكال مختلفة سهلين جداً والأطفال يقدروا يعملوها بنفسهم محتاجين غطيون استخدموا أكبر غطيون عندكم كمان محتاجين فوم سادة ارسموا عليه كل الأشكال اللي انتوا عاوزينها بس طبعاً بحجم يناسب اللغة كده قصت الأشكال وبدأت ألزقها على الغطيون باستخدام الشامع أو السوبر جلو حددت شوية حاجات كده في الرسمة باستخدام عصاية الشيش طوق أو بس إن أي حاجة مدببة كان فيه أشكال مش عارف هرسمها زي الحرف ده فجمعت كل الأشكال اللي أنا عايزيها وطبعتهم ونقلتهم على الفوم فممكن أسيب لكم لينك الصورة اللي أنا استخدمتها كمان هسيب لكم فيديو زي تنقلوا الرسمة من الورق على الفوم بس طبعاً لو بتعرفوا ترسموا وعملوها بنفسكم بعد كده هنحتاج الألوان الفلومستر ونبدأ نغطي الفوم كله بالألوان وبعدين نتبعها على الورق واضغطوا عليها كلها كويس قوي كنت متحمسة قوي لشكل القطة ده وطلع فعلاً طحفة كمان الحرف ده طلع يجنن مكنتش متصورة إنه هتطلع حلوة كده بص واضح إزاي وكأنه مرسوم بعد كده استخدمت لون الأورنج ده مع السمكة كنت عايزة عمل سمكة نيمو فاشوف شكلها بقى بعد ما نضفلها شوية تفاصيل كده بالألم الأسود بقت أحلى كتير يعني طبعا ورسمة نفس الوقت بعد كده استخدمت درجتين من اللون الأغضر ولونت البمبونية دي وهنا قررت بقى أعمل ميكس الألوين على الختم نفسه فلونت الأطراف بلون ولونت الجزء اللي في النص بلون مختلف وبجد كانت فكرة حلوة قوي وفيها إبداع كده وبرضو دفطلها شوية تفاصيل بعد ما طبعتها وكمان الوردة دي ما حبيتش عملها كلها لون واحد فلونت قلبها باللون الأصفر والأطراف عملتها باللون الأحمر ما كنتش متحمسة خالص ليها وكنت حاسة نمش تطلع حلوة قوي بس الحمد لله عكس ما توقعت خالص طلعت طحفة كنت محتاجة من جوة تبقى لونين مش لون واحد بس مش مشكلة طلعت حلوة برضو وصول أشكال كلها لذيذة وبجد سهل قوي لازم تجربوها تتبسطوا جدا